بسم الله الرحمن الرحيم عسلامة أنا ظافر الصغيري ولد باردو نسكم في خزنة دار وعديت صغري بحي التحرير العلوي متزوج وقبلي أربع أطفال ولد القطاع الخاص عندي شركة في الاستشارات الدولية عندي أستاذية في الاقتصاد الدولي عضو مجلس بلدية باردو ورئيس دائرة قصار سعيد شاركت في الدور الأول الانتخابات التشريعية على دائرة التحرير باردو عرضت عليكم برنامجي اللي نال رضاكم وتحصلت على المرتبة الأولى وعلى أكبر عدد من الأصوات من بين كل المترشحين هذا بفضلكم انتوما وبفضل ثقتكم اللي مليتني عزة وفخر وإصرار على العمل وبذل الذات شكرا لكم تعرفوا اللي ترشحوا المجلس النواب القادم كان لسببين أولا إيماني أن مواصلة العمل هو واجب مقدس وأن عدم الاستسلام هو الطريق الوحيد المتبقي والضروري لبناء ثقة جديدة تمكننا من حل المشاكل وثانيا لأني كنت في السنوات الماضية في أشد القرب من مشاكل منطقتي ومن متساكني المنطقة اللي مكنني بكل فخر من إيجاد حلول لعديد المشاكل رفقة زميلاتي وزملائي اليوم نعيشوا على وقع الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نعيشوا في ظرف ما عشناش أقبل من تردي الأوضاع ومن صعوب الحياة اليومية والأخطر من غياب حلول واضحة في الأفق بلادنا للأسف مريضة وشعبنا التاعب وفاقد للثقة في الناس اللي خدمتهم الوحيدة هي سعي وراء المناصب مش خدمة الشعب مع ذلك فإن استرجاع الثقة ممكن والحلول موجودة والكفاءة مهما أصبحت نادرة في أيامنا إلا أنها لا تنطفئ ولا تغيب وحقيقة الأمر أن المحركات الأخيرة المتبقية اليوم في بلادنا واللي تحمل وحدها ثقة الجسم لبلاد المنهك والمريض وتعمل فوق طاقتها هي محركات الكفاءة وروحها الإصرار والولاء للوطن اليوم نعيش في ظرف صعيب صحيح ونعيش أطوار دور ثاني من الانتخابات شرفتوني بربح مرحلتها الأولى اللي نطلب منكم اليوم هو دعمي لاستكمال المسار باش الكفاءة تلقى طريقها لخدمة المسحقين وإفادة الوطن نطلب منكم فضلا مساندتي في الدور الثاني من الانتخابات لمواصلة حلمنا مع بعضنا في أنه تكون عندنا بلاد تحترم مواطنيها مش تستعملهم كأدوات بلاد توفر المحتاجين مشتق معهم وتسكر وذنيها عليهم بلاد تحكمها مرة أخرى الشرف والكفاءة والمسؤولية نطلب منكم ما تفقدوش الأمل وما تخليوش الفوضى تتسرب والقلق والشك يزيد في أرواحنا في بلادنا خيرنا تحت ساقينا والجاي أفضل بحول الله أنا ظافر صغيري مترشح عن دائرة التحرير باردو ورقمي واحد ترجمة نانسي قنقر